اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة الاصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في الثاني من شهر نوفمبر 2023 وتنتهي في الثاني من شهر مايو 2024 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 36.39% مساوياً بسعر العائد للاصدار السابق في الخامس من شهر اكتوبر 2023 علماً بأنه تم تغطية الاصدار بنسبة 431% أظهر تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وتنمية الأونكتاد وتثبت الأرقام المنشورة أن الخطط الحكومية الموضوعة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح من منعكس على مؤشرات التعافي الاقتصادي مؤشرات إيجابية وموارد استثمرت بشكل أمثل للارتغاء بالاقتصاد البحريني صلت الضوء عليها تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 ليؤكد أن كافة المبادرات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن خطة التعافي الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح وبلغة الأرقام نمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في مملكة البحرين في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي مدفوعا بنمو بنسبة 2% في القطاع غير النفطي ونمو بنسبة 22% في القطاع النفطي والقطاع الغير النفطي حرصت حكومة مملكة البحرين على دعم تنميته والقطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع المؤصلات والاتصالات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الأنشطة العقارية والخدمات بينما حافظ قطاع المشروعات المالية على موقعه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متقدما على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي مملكة البحرين وحرصا منها على تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئتها الاستثمارية كبيئة جاذبة للاستثمارات أكدت الحصائية المنشورة على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.17% وأوضح التقرير بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت على صدارتها كأكبر شريك تجاري للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الخطط الحكومية الموضوعة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح نظير الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهي التي شهدت نسبا تصعودية خاصة بعد إطلاق خطة التعافي الاقتصادي حيث أن مؤشرات التعافي تتطح في الإحصائيات التي تنشر بشكل دهري ترجمة نانسي قنقر والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية اختتمت الجلسات النقاشية للمؤتمر العالمي التاسع لثبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX والذي عقد لأول مرة في الشرق الأوسط وأكد عدد من المشاركين أهمية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء في مملكة البحرين حيث أن هذا المؤتمر من شأنه أن يفتح أفاق المستقبلية لتطور العمل في هذا القطاع وتمت خلال الجلسات مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بتبادل البيانات ويبرز المؤتمرات توجه الدول العربية إلى الاستثمار الكبير في القطاع الإحصائي والذي يؤدي بدوره إلى دعم علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية العالمية مبادرة الاسليماكس مبادرة عالمية تستخدم لتناقل البيانات والبيانات الوصفية هي كانت المشكلة سابقاً لتواجه المراكز الإحصائية أن البيانات الوصفية تكون مفقودة فصارت هذه المبادرة تجمع بين البيانات والبيانات الوصفية هناك الحقيقة مجموعة كبيرة من الأطروحات والمشاركات التي ستشكد إضافة نوعية لنا في تعزيز مجال تبادل البيانات في منظومة دولة الإمارات العربية الوصفية الإحصائية استمتعنا بالعديد من المشاركات من قبل الأكاديميين والخبراء وأيضاً بعض الشركات المختصة في معالجة البيانات وإدارتها ونشرها اليوم لدينا جلسة على سبيل المثال حول أشخاص يناقشون تطبيقاتهم الناجحة لمبادرة تبادل البيانات الأحصائية والوصفية في بلدانهم وهناك جلسات حول عرض مشاريع التعاون بين مشاريع تنفيذ المكاتب الأحصائية الوطنية وبالإضافة إلى ذلك هناك جلسات مختلفة حول كيفية مساعدة المعيار لمختلف المنظمات على تحسين ومعالجة جمع البيانات الأحصائية والوصفية اليوم تقنيات المعلومات هي عامل مركزي ومحوري في كل الأكتيفتيز أو الأنشطة التي نقوم بها بالذات موضوع الإحصاء سابق في السابق كان الجانب الإحصائي مختصر على الإحصائيين فكان فيه نوع من التباعد في اللغات وحتى تبادل البيانات بين الدول المختلفة واليوم مع التقاء التقنية معهم شغلهم مع الـ IGA عندنا الهيئة المعلومات الحكومية الترونية بالإضافة إلى الهيئات الخليجية الثانية واستخدام التقنية المشتركة اللي نناقشها اليوم في المؤتمر اللي هي الـ SDMX صار تبادل البيانات وايد أفضل صار وايد أسرع